موسيقى بمريم وليس لدي ملجأ إلا أم الكاهن الأزلي اللي هي العذرة مريم طلبت منها إنه أنا إذا كان خير لإلي إترك هالوظيفة اللي أنا فيها وإلحق الكهنوت أنت بتدليني، أنت بترجديني، أنت بتهديني لها الموضوع فهون شو بدي أعمل بخمسة عشر إبعيد السايدة سنة التسعة وتسعين أخدت قرار إنه بدي أركع وبلش بالمسبحة وبرح قوم تأخذ من العذرة جواب الوردية؟ الكاملة، ثلاث أسرار ثلاث أسرار، كان وقتها ثلاث أسرار، فرح، حزن، ومجد بركع بالبات ماني الصبح بضوي شمعتين قدام سيدة الوردية بصلت أول مسبحة، وناطر جواب كفت بالمسبحة الثانية، ناطر جواب كفت المسبحة الثالثة، عم بحكي ورديات، مش عم بحكي مسابح يعني ثلاث مسابح، ثلاث مسابح، ثلاث مسابح، ثلاث مسابح، ثلاث مسابح، صاروا ثلاثة وناطر جواب ومعاكن تاخد الجواب؟ وبنفس الوقت، كل ما زيد مسبحة دموعي، حقيقة تنزل وقال لي يا عضرة، أنا شو لازم أعمل؟ أنا بدي أخد قرار أنا حابة بكون على مسبح الرب، وحقيقة ولو قدس واحد، وموت، ما عندي مشكلة وصلت لتاسع وردية، ساعة أربعة ونص بعد الظهر بتاسع وردية، حسيت بسلام كتير كتير كبير وما بدي أقول لا صوت ولا إحاء، حسيت مثل كأنه العضرة عم بتقول وقمت لها عند المطران، إذا قالك المطران قبلتك، بتكون دعوتك وإذا قالك المطران ما قبلتك، بتكون بش دعوتك دقيت لأحد الأباء يلي بعرفهم، من أبرشيد سور وطلعت أنويات مباشرة تاني يوم، كان الله يرحمه سيدنا المسلسة الرحمية المطران مارون صادر قلت له سيدنا بدي أعمل كاهن، قال لي قبلتك دغني، نشكر الله، وأجاك الجواب من العضرة، قال لي قبلتك، وتركت الجيش، وتركت الجيش، ونشكر الله هيني هلأ هون قدامك الله يبارك، كاهن إلي 17 سنة، نشكر الله، الله يبارك فيك أبونا، من وقت ما طلع القرار من بعض الكورونا بالمناولة باليد من باب الوقاية وحماية لصحة العالم، شفنا أن الأكترية الساحقة من الكهنة، بلشوا بالمناولة باليد، حضرتك كيف تعملت مع هذا الموضوع؟ أنا بكل صدق، وبكل إيمان، وبكل محبة بقولها لا تحدي ولا استفزاز، ولا لأي حدن، لأن كان بسلطة عالية، أو بموازيتي، أو لأخوتي الكهنة، ولا لأسيادنا الأسيخ في أوغبطة البطرق، أبداً، أنا أخدت خط أنه أنا مبنى والباليد ضميري يعني؟ ضميري، لا سمح لي، وعندي كثير حوافز أني لا ناول باليد أول شيء بالنسبة لإلي، الأربان بالإداس هو زبيحة يسوع المسيح، وهون بفتح و بسمح لنفسي أني أحكي أنه إذا كان إلهنا هو إله المحبي الكبيري وحبني لهذا المستوى لدرجة أنه خلقني، وحبني لهذا المستوى أنه ما خلى طريقة إلا ما حكي معي فيها، ولما تم ملء الزمن كلبني بابنه الحبيب هذا الإله يلي حبني، خلقني، وحبني وعب يحكي معه، وبعده يحورني لهذه اللحظة هذا الإله يلي قبل وارتضى أنه يحمل صورتي بالتجسد، هذا الإله يلي قبل يتعلق لأجلي أنا شخصياً إذا بدي أقول وبتجرأ وبقول لأجلي أنا الأبو ناطوني يتعلق على الصليب، ولأجلي كمان تأتحد فيه أكتر، يصير هو بذاته قربان، خبز على المذابة، تأنا أتحد فيه، أنا بقول هيدا الإله بالذات بيستحق مني أكبر قدر، لبل أعلى مستوى من العبادي، والكرامة، والأداسة، والسجود، والركوع حتى الثاني بيمكن بس وقف قدام القربان بيعجز شو بدي يقول شو بدي تقول جبلة طراب قدام خالقة رائع، رائع، فعلا من حية من حية هالإيمان خاصة إنه كثير من المؤمنين أوقات كانوا يتقدموا على المناولة ويطلبوا من الكاهن المناولة بالفم ويزعلوا أوقات ما بعرف شو بدنا نقلهم يعني شوية هون صار فيه متل لغة حول هالموضوع آخر رسالة لغبضة البطريارك كانت بأربعة عشر، بسنة لألفان واربعة عشر، رسالة اللي ترجعي ياللي بداينا فيها وبدأي الكنيسة كلها الحفاظ على الجواهر المقدسة، الحفاظ على الجواهر المقدسة، هذه الجواهر بعدها مؤدسة وأبائنا البطاركي على مر الزمن أدسوها لأقصى درجات الأداسة وأقصى درجات العبادة، إذا منرجع لورا قبل، المجامع، مجامع الكنيسة، كل أغلبية المجامع، لا بل أكتر من ثلاث مجامع بشان ما حط الرقم أكتر من ثلاث مجامع حرموا المناولة بالإيد واعتبروها تدنيس للمقدسات وما في ولا مجمع كنسي لغى هيدا الحرم، لا بل أمر رب يتهمون أنوا ضد الفاتيكان الثاني، لأن الفاتيكان الثاني بيقول لا سمح بالمناولة بالإيد أبداً الفاتيكان الثاني ما سمح بالمناولة بالإيد. الفاتيكان الثاني أدان المناولة بالإيد بين المجمع و91% من الأسيق في كانوا رفضين هذا الموضوع كلياً وعلى أثر من بعد الفاتيكان التاني بنعمل استفتاء كمان إذا بنعمل الإحصاء كامل تبين أنه أكثر من التلتين مش تلتين أكثر من التلتين الأساقفي حول العالم كانوا رفضين المناولة بالإيد ما في ولا مجبع رجع شيء الحرمي اللي كان المجامع السابقة كانت شفنا أنه بأوروبا صار في نوع من تفسيحات أو صاروا كيف صار هذا الموضوع كانت عدم طاعة هونيك كانت عدم طاعة هونيك كانت عدم طاعة لا بل ممكن استفزاز حتى بمحلات المجامع ما سمحت بالمناولة بالإيد كما ناجئ مجامع رسمية وكنيستنا نحن نعرف أنه الكنيسة الجامعة ما بتقوم على أشخاص الكنيسة الجامعة أول شي بتقوم على شخص المسيح وبتقوم على المجامع الكنيسية المقدسة وعلى الأوانين هي اللي بترعى كل تدابير الكنيسة كانت بالتعليم أو بالتدبير أو بالتقديس بترعاهن الأوانين والمجامع الكنيسية بالكتاب المؤدس فيه كتير شواهد عند دلالات على المناولة لأنها ما لازم تكون بالإيد مربولوس الرسالة اللي بنقراها بخميس الغصل مربولوس بيقول من أنميز جسد الرب عن باقي الأكلات هل يا ترى من أنميزه بس بالأكل ولا من أنميزه بالعبادة ولا من أنميزه بالوقار كمان ولا من أنميزه بالسجود بعض الكهنة أو بعض أخوتي الكهنة بيقولوا أنه شو فيه إذا وقع فتات على الأرض نسمع كثير شو فيه إذا وقع فتات يسوع وقت اللي كانوا شهطينه على الجلجلي طيه يصلبوه وقع على الأرض إيه؟ معك حق يسوع كانت أيديته على الجلجلي أيدي أثمة هل يا ترى نحن أيدينا أيدي أثمة ولا أيدي مؤمنين إذا أيدي مؤمنين باعتقد لازم نتطلع فيه نظرة يوحنى والعذرة مش نظرة الأثمة اللي كانوا يهم يوقعوا وقصد على الأرض ولكن أنا قادر اتجنب هالشي لاش بسمح لنفسي أعمل إشياء ممكن تخليني أوقع أو ممكن تخلي هالفتات المؤدسة هالجواهر المؤدسة اللي كنا عم نحنكي عنا قبل أن تقع على الأرض وتتعرض للإساءة من قبل من قبل ناس إن كان بقصدة أو بغير قصدة أنه تدعس عليها لاش بدي حط أنا هالريسك هيدا للمؤمنين أن يكونوا عب يدعسوا على هالفتات يلي هي كل زرة من زرات الإربان كل زرة من زرات هيدا الجسد هي يسوع المسيح كامل بجسده بدمه بنفسه بلهوته يلي بالسماء هو ذاته على الأرض يمكن لأن المؤمنين نحلة عم بتوعيهم على هذا الموضوع بفكروا أن الفتات هو خلص ليس يسوع الأربانة كلها هي يسوع وإذا وقع فتات ما علي شيء يعني ما في وعي أنا بشكرك لأنه عم بتضوي على الموضوع وعم بتوعيهم على أهمية أنه حتى لو جزء صغير من الأربانة هو يسوع بالكامل أخطي الله حبيبي ربنا هو اللي عم بوعينا بوعينا وبيوعي الناس الرب يسوع هتلقال خذوا وكلوا خذوا وشربوا خذوا الروح القدس انقالت بنفس المبدأ وبنفس الفعل إذا أنا بدي أخد جسد الرب يسوع بإيدي طيب خذوا وشربوا بصبوا بإيدي كمان ما بينصب بالإيد أول شيء دم المسيح تاني شيء الروح القدس كيف بيأخدوا بوعبطوا هيك بضموا يعني ولا بيأخدوا بإيدي ما نفس الفعل أنا عم بستعمل بالمبدأ الله يطول بعمره سيدنا شنايدر أتاناسيو شنايدر بيقول الفعل بالإنجليزي هو إنك إقبل 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 جسد المسيح إقبل دم المسيح إقبل الروح القدس هيدا كما أرجع بالكتاب المؤدس بالعهد الجديد بالعهد الأديم بالعهد الأديم بصفر أشعية وقت اللي بيتجلى الرب لأشعية بالهيكل تحضيرا لهيدا الموقف بيجي ملاك وبشيل جمرة من المجمرة الهيكل وبيحطوا ليها على تمه لأشعية الملك ما ميسيكا بإيده لأن الجمرة بتحرق الإيد ميسيكا بالملقط بس الجمرة ما حرقت له تمه لأشعية طهرت له تمه لأشعية هذه الجمرة الكنيسة بتنظر له أنه هي الأربان هي جسد المسيح يلي نحن بناخده لغفران خطيانا لتطهير نفوسنا ولنقلنا الحياة الأبدية متل ما كل ما أكلتم اصنعوا هذا لذكره هذه الجمرة كل مرة نحن بناخدها بهالوقار وبهالاحترام وبهالعبادة هي بتكون لخير نفوسنا بتكون لخلاصنا فرق ما تكون نحن رايحين على إساءة لهالجسد إساءة لهالدم إهاني له تدنيس له بمحلات وبتكون لهلاكنا ولهلاك اللي عم يقبلوها الإيد ملا مثل التم وماربولوس عنده شواهد لهالموضوع بس يقول ماربولوس بيقول هناك أعضاء للكرامة وهناك أعضاء للهوان بس يقول الإيد مثل التم بدي يقول الرأس مثل الإجران مش مظبوط إذن هوا أثبتات من الكتاب المقدس بالضبط وهو دي مهمين جدا ردا على كل يلي حضروا كم فيديو وقالوا ليش عاملين منا قضية واليوم كمان بقى ننتبه لشغلي وقت اللي نسمح بالمناولة بالإيد كان فيه وراها دغري كلمة مؤقت لأنه فيه كورونا لأنه فيه بالضبط لأنه صح لأنه فيه كورونا طيب أنا اللي بعرفه كنيستنا وكل عمرنا نحنا الموارنة نحنا بنهرب لعند الله منهرب لعند الله إذا فيه مشكلة إذا فيه معضلة إذا فيه مرض نحنا كمؤمنين كأبناء لربنا منهرب لعنده منطلب منه الصحة منطلب منه الشفا منطلب منه الأداسة يسوع هو الشافي بالضبط مش منهرب منه منقفل الكنيس على فكرة لكل يلي ما حصلوا على هال الكتاب بذكر إنه هالكتاب معمول بهدف خلاص النفوس يعني منه للبيع بتسألوني وين منقدر نشتري هيدا منه للبيع إذا ما قدرتوا هلأ تحصلوا عليه بمطرح معام يتوزع مجانياً بتقدروا تدخلوا على الفيسبوك على الفيسبوك تبع تجمع أبناء مريم وأنا حطيته كمان عندي على الفيسبوك فيسبوك صلواتي اليومية للأزمنة الحاضرة فيكن تعملوا له دونلود بي دي اف وعندي هون كلمة بحب توجه فيها لأخوتي الكهاني يلي بينتقدوا الكتاب يا أحبائي وبمحبة كتير كبيرة إذا عبت انتقدوا الكتاب يقرواه قبل لأنه ما جبنا يعني ما كتبنا شيء من فكرنا كتبنا تعليم الكنيسة وكلمات الدسين وكلمات بابوات إذا عبت انتقدوا أشخاص هذيك صارت على المستوى الشخصي ما رح نسمح لنفسنا حتى نرد على هالموضوع بدي اسألك ليش هلأ انطبع هيدا الكتاب هلأ هل كان فيه إرادة انه ينطبع زمنياً هلأ ولا بخصوص السينودوس ما قبل السينودوس ولا كيف إلنا سنة أنا بفوت على الكنيسة بلاقي ثلاثين بالمئة من المؤمنين يلي كانوا يقادسوا وراي ما عبي يجوا على الكنيسة طيب لاش مش عبي يجي على الكنيسة أبونا أنا ما بدي تناول بإيدي هيدا بتركوا برات الحضيرة هيدا مش ابن الكنيسة طيب تطلع فيه بك تطلع بالرحمة طيب بك تطلع بالرحمة طيب بك تطلع بالرحمة بالكل مش بس بهيدا وخاف عليه من الكورونا وهيدا ما بدي خاف على إيمانه كمان وهوني كمان هلأ المستغيل المناسب ليش هلأ بهالوقت نزل أو طبعنا الكتاب وعم بيحكي عن الكتاب بهالوقت هالكتاب ما هو إلا نداء ضميري نداء وجداني نداء حقيقي حقيقة وهوني بيقول يعني بركع على إجراه لغبطة البطرق بركع إجرايهم لأسيادنا الأساقفي وبترجاههم برجاء المسيح رجعوا للمناولة بالتم نشكر الله على كلنا عم بتلب نداء يعني صاروا الناس هلأ متل ما عم بتقول حضرتك أبونا ما عم يجوا بقى على الكنيسة لأنه هن ضمريا ما بدون يهينوا ربنا والكاهن يلي بها الرعية عم يرفض ينولون بالفم متل ما هن بدون ضمريا فأنا بعرف كتار فلوا ظهروا أو تركوا كنيسة الموارنة ورحوا على غير كنيس يا أختي في كتير مؤمنين اليوم عم بيفوت على الكنيسة ما عم يتجرق يقدم قدام المسبح وخاصة بس يعرف انه بها المحل كان فيه مناولة بالإيد لأنه عم بيكون خايف ضميره عم ينؤذوا قلبه عم ينؤذوا انه ممكن يكون فيه فوتات أربان مرمي على الأرض وهو بدي يتجنب هالإساءة الكبيرة لجسد الرب القديسة كاترينا السيانية اللي هي معلمة بالكنيسة معلمة بالكنيسة بتقول اني أخشى صمت الأبرار أكثر من شر الأشرار هالصمت عم بديقنا اليوم يمكن مش نهيك من برحر أراض انه يفتح المجال لحتى حضرتكم توصلوا صوت يلي مقلوا صوت القديسة انطونيوس البدواني عنده بيشبه كتير تمام قول دي سي كاترينا السيانية بقول إذا أردت أن تعلن إذا بتعلن الحقيقة بتعلنها للحقيقة انت بتكون مع المسيح ولكن إذا انت بترفض تعلن الحقيقة أو بتخبيها انت ما بتكون مع المسيح وهون فيه بحب عقب على شغلي كنت عبيحكي فيها حكينا عن المراجع وحكينا عن الكتاب المؤدس وحكينا عن المجامع وحكينا عن البابوات دي سيني كتير الاكتار حكيوا عن المناولة بالنسبة للمناولة بالتم ورفضوا المناولة بالإيد وآخر شي بحكي عن الظهور العذرة بفاطيمة الملاك وقت اللي ظهر بفاطيمة في ميزة كتير مهمة يلي هي انه ناول لولاد ناولهم بتمهم هي دي واحدة وناولهم ركوعا ومش بس ناولهم ركوعا وهو حت ترك القربان بالهوى فوق الشجرة معلق متل ما بيقول متل ما بيقول قصة الأطفال بفاطيمة وركع على الأرض وقال له للولاد عزوا إلهكم عزوا إلهكم لأنه مهان جدا وهين مهان جدا بشوه ومين يلي عم بهينه لإلهنا عم ينهان بهيدا السر الكبير بسر المسبح وعلمون الصلاة يلي هي بتقول إلهي إني أؤمن بك وأحبك وأعبدك وأرجوك وقالت باسمينك المغفرة لجميع الذين لا يؤمنون بك ولا يحبونك ولا يعبدونك ولا يرجونك إذا بنتأمل بس بهيدي الصلاة متل كأنه عم بيرد الكنيسة لأسالطة عم بيردهم لفعل الإيمان لفعل العبادة لفعل السجود لفعل المحبة لفعل التوبة وهيدي الصلاة الصغيرة يلي هي طلب منهم أن يكون جبينهم على الأرض يعني عم بيعملوا بطنية بالمارونية وراها دغري قالهم الصلاة اللي أكتر من رائعة إلهي السلوس الأقدس الآب والابن والروح القدس إني أسجد لك من أعماق قلبي وأعبد جسد ودم وروح وألوهية الإبن الحبيب ربنا يسوع المسيح الحاضر والساكن على جميع مذابح الأرض وتعويضا عن الإهانات التي تغيزه أقدم لك كل استحقاقات قلب يسوع الأقدس وبشفاعة قلب مريم المتألم الطاهر أطلب منك يا رب عودة الخطأ البائسين إلى التوبة إذا متأمل بكل كلمة من هذه إيمان الكنيسة الكاتوليكية هون بتقول القديسة ورح أسمح حالي هون أقرأ من الكتاب القديسة بريجيت السودية الرب يسوع عطاها إحاءات وهالإحاءات براكتها الكنيسة هالإحاءات واترجمت وانطبعت بكتب كتير وبلغات عديدة بتقول بإلا يسوع يبنتي لقد تركتوا بعدي خمس هدايا لكهنتي الخامسة هي انتياز أن يلمسوا بأيديهم جسدي الكلي الطهارة أبو نحني فعلا ضويت على كتير إشياء سؤال واحد وأخير نحن عم نضوي كتير على سر القربان ولكن الأسرار السبعة بالكنيسة من جراء جائحة الكورونا كمانا فينا نقول ما بعرف إذا بالصحة التعبير انضربت يعني شفنا كتير عم بيموتوا بدون مشحة المرضى وصارت أنه بالأول هي بعد شوية بسيطة يعني عم بيصير فيه عادة وهيد العادة صارت خطرة أنه معلي تلميذ الأول أرباني بيعملوا أول أربانتهم بيتناولوا بالإيد معليشي في كورونا بيموت المريض بدون مشحة المرضى معليشي بدون بلأ اعتراف فينا نعترف لا تناول بلأ اعتراف معليشي ما كمان المناولة بلأ اعتراف عن غير جدرمه هيده كمان خطيئة فيه خطورة على الأسرار هاليا ترى انت قاشع هالخطورة وكيف بدنا ننتبه منها صلاطة مع هالمجمع يلي عم بيصلي تنروح الأدوسي لهم لخيار الكنيسة لخيار أبنائه لخيار المؤمنين انه ترجع هال يعني هالعبادة الحقيقية لهالسر بالذات ومن خلاله لكل لكل الأسرار ترجع هالأسرار تتمارس متى الملازم ومتل ما انتلت السينمات وانتلت البحور وانتلت المولات كل هالمحلات اللي فيها ترفيه عن النفس او عن حياتنا الدنيوية يكون فيه كمان بوابة السماء اللي هي الكنيسة ترجع كمان تنتلي بس تنتلي متى الملازم ونعيش الأسرار كمان متى الملازم شكرا أبونا توني حني على هاللقاء وعلى التوضيحات اللي كانت فعلا بمحله لحتى توعي المؤمنين وتحط الاشياء بين الصابة الله يبارك فيك شكرا أحبائي وإلى اللقاء شكرا